قام محافظ كفر الشيخ علاء عبد المعطي والسفير الياباني بمصر أوكا هيروشي بتفاقد مشروع لتحسين انتاجية المياه والزراعة بقرية أريمون كما شهد المحافظ حفلة خريج عدد من المزارعين والمزارعات من مدارس الحقل الاستغلال الأمثل للموارد المائية أحد أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 في محافظة كفر الشيخ حيث تفقد السفير الياباني بمصر أوكا هيروشي مشروع تحسين انتاجية المياه في الزراعة بقرية أريمون هذا المشروع مهم جدا لرفع كفاءة انتاجية واستخدام الماء بصورة الأقل وأتمنى هذا المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعية ومحافظة كفر الشيخ وتبعا منظمات الفاو وإكاردة تساهم في تقديم وتقديم زراعة في كفر الشيخ صورة مفيدة المبادرة دي بتساهم في تأليل استهلاك المياه وترشيد استهلاك المياه وأيضا بتزود الانتاج في المحاصيل الزراعية المختلفة وهذا توجه بتاع الدولة وتوجه في خامة سيد رئيس عبد الفتاح السيسو السفير الياباني والمسؤولون في محافظة كفر الشيخ تفقدوا أيضا موقع تركيب الصوب الزراعية بقرية بوريد مركز سيدي سالم في إطار مشروع تعزيز إنتاجية وحدة المياه في الزراعة وشهد حفلة خريج عدد من المزارعين والمزارعات من مدارس الحقلة ده مؤتمر بيتطلب أن يبقى موجود منه كثير في محافظة كفر الشيخ لأن محافظة كفر الشيخ زي ما حضراتكم عارفين محافظة كمية المياه فيها شوية وأرض زراعية كثير هتحتاج لتطبيق موضوع الصوب الزراعية اللي موجودة النهاردة وبكسرة على مستوى المحافظة كلها ككل ورحت المدرسة الحقلية واستفدت أن قاني لجيت أنا كنت بحط 4 كيلو للجراءة غلي النهاردة بحط للجراءة 2 كيلو ونص أو 2 كيلو وربعو الثاني اللي هو العفير 2 كيلو فاستفادني خدنا غلي وخدنا وفرنا تجاوي ووفرنا كماوي ووفرنا وروانا ريطان مشروع تحسين إنتاجية المياه في الزراعة والاستغلال الأمثل للموارد المائية واستخدام التقنيات التكنولوجية المتقدمة في الرية يعتم تنفيذه بعدد من قرى محافظة كفر الشيخ كأحد أهداف الجمهورية الجديدة لدعم المزارعين وتنمية المجتمعات الريفية وتعزيز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي ترجمة نانسي قنقر